موسيقى يحظى باهتمام بالغ نظرا لأنه قد يشهد تغييرا في بنية الحزب وتصعيد وجوه جديدة فيه إلى قمة العمل الحزبي حيث سيتم انتخاب رئيس جديد الحزب بدلا من الدكتور محمد مرسي وكذلك أعضاء جدد لهيئته العليا كانت الهيئة العليا للحزب عقدت اجتماعا صباحا اليوم بمقاري في شرع منصور بوسط القاهرة وتم تصعيد الدكتور عمر دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية أمين محافظة الجيزة والعضو سهام الجمل إلى عضوية المكتب التنفيذي للحزب دون اللجوء إلى إجراء انتخابات قالت مصادر لبعض الصحف أن تشكيل المكتب التنفيذي للحرية والعدالة أسفر عن مفاجأة حيث احتفظ كل من المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ والدكتور أسامة يسين وزير الشباب وعضوياتهما في المكتب رغم إعلان الحزب من قبل أن منصبيهما سيخلوان نظرا لأنهما يشغلان مناصب تنفيذية بالدولة نتابع مع ضيفنا في الستوديو الأستاذ علاء النادي الباحث المتخصص في شؤون الأحزاب الإسلامية اجتماع ومؤتمر الحرية والعدالة اليوم أهلا بك أستاذ علاء بداية أسألك من واقع ما تابعناه اليوم بعد تصايد الدكتور عمر دراج إلى عضوية المكتب التنفيذي بدلا من الدكتور محمد مرسي السؤال بطبيعة الحال لماذا تم استكمال المكتب التنفيذي بهذه الطريقة دون اللجوء إلى الطريق الطبيعي وهو الانتخابات وهذا السؤال الاشكالية في حد ذاته ربما أعحد الإجابات أن الانتخابات الماضية كان أعلى الأصوات فيها الدكتور عمر دراج وبالتالي لم يرغب الحزب في إجراء انتخابات لكن أنا في كل أحوال أرى أن هذا ما كان يجب أن يكون كان يجب أن يتتم انتخابات ويصعد الدكتور عمر دراج مرة أخرى عن طريق الانتخابات أما أن تحتسب لأنه الحاز على أعلى الأصوات في انتخابات المكتب التنفيذي للدورة الماضية ومن ثم تم تصعيده تلقائيا فهذا الأمر حتى أصار شخورك لدى البعض حول الوضعية المحتملة للدكتور عمر دراج في المستقبل سنتي إلى هذه النقطة لحقا ولكن نحن نتحدث أيضا عن باقي الأسماء يعني تمت تصعيد أسماء أخرى دون اللجوء أيضا للانتخابات من وجهة نظرك لماذا لجأ حزب الحرية والعدالة إلى ذلك؟ وجهة نظر أن الحزب الانتخابات بحادثاتها ربما تصير بإشكاليات داخل الحزب وهو لا يريد مزيد هو يريد أن تمور هذه المنحلة بسلاسة وسلامة ويجهز نفسه لخوض استخدام انتخابي هو الأخطر بالنسبة له فلا يريد أن تفتح صراعات التنافس الانتخابي التنافسية وإشكالية داخل الحزب ومن ثم أراد هذا الخيار لكن هو بالمقابل طرح أيضا علامة استفهام كبيرة إذا كان هناك حرص على تعويض المقعد الشياغل للدكتور محمد مرسي فبالتبعية كان هناك قرار للحزب بأن يتم الأشخاص الذين يشغلون مناصب تنفيذية يتم تفريغهم فلماذا تم الإبقاء على الساد الحسيني المناصب الحسيني والدكتور وسامي يسيد يعني علامة استفهام كبيرة تفسيري أحد والذي أميل إلى أعتقد أنه صواب أن الحزب يريد أن يحفص على تركيبة معينة تحقق رؤية الجماعة بالأساس بأن يظل الحزب تحت ما يسمى الضبط وعدم فتحه على احتمالات أن يخرج عن المصار ربما ومن ثم هذه التركيبة هي التركيبة التي ربما يراها الكسرين هل ممكن أن أتحدث عن هذه النقطة بوضوح أكثر؟ الدكتور يعني ما هي المخالف هذا الحزب؟ المناصب الحسيني معروف أنه من ما يسمى الجناح التقليد أو المحافظة والدكتور وسامي يسيد تنظيمي من التراث فريد داخل الجماعة وهذه التركيبة هي التركيبة التي يراد لها أن تتحكم وتسيطر على البنية الحزبية طيب ولكن إذا الحزب يقول أن هذه الأسماء التي تم تصعدها هي كانت في الانتخابات كانت الأعلى في الانتخابات إذن لماذا التخوف إذن؟ مسألة الانتخابات داخل الحرية والعدالة تحديداً على الحزاب الإسلامية يجب أن نظر إليه في ضوء أنه هناك وهم اسمه استقلالية الحزب عن الجماعة ليس هناك استقلالية الحزب عن الجماعة لا في النور والدعوة السلافية ولا في الحرية العدالة ولا خلال مسلمة آتي إلى هذه النقطة ولكن أدى بالآن إلى دكتور عمر الدراج الذي تم تصعده اليوم إلى عضوية المكتب التنفيذي بدلاً من الدكتور محمد مرسي دكتور عمر أهلاً بك معنا أهلاً وسائل بدايةً مبروك ما هي النتائج التي خرج بها الاجتماع اليوم التي خرجتم بها اليوم أتفضل ما هي النتائج التي خرجتم بها اليوم والله إحنا الاجتماع النهارد دا كان طويل وبحث عدة أمور من دمضها موضوع المكتب التنفيذي اللي حضرتك ركستيس في بداية الكلام وهو الموضوع إنه مكان الدكتور محمد مرسي خلب طبعاً تقلده منصب رئيس الجمهورية فكان ينبغي تصعيد أحد أعضاء الهيئة العليا ليملأ هذا الموقع الشاغر وتبخل للايحة الحزب فإحنا الانتخابات اللي كنا أجرناها للمكتب التنفيذي منذ عدة شهور كان أصفرت أنه أنا كان عندي أعلى الأصوات تالية يعني للناس اللي اختيرت وبالتالي يصاعد من حصل على أعلى الأصوات ويستكمل الفترة بتاعت الشخص اللي ترك اللي هو دكتور مرسي في هذه الحالة أيضاً تم منقشة تحديد مواد المؤتمر العام الخاص بالنسبة للحزب المؤتمر هو مؤتمر عام لكنه خاص فقط بانتخاب رئيس للحزب بدلاً من الدكتور محمد مرسي وبرضه تبقى للليحة يعني ينبغي أن يترشح أو يعني يتاح الترشح لأي حد من أعضاء المؤتمر العام للحزب بشرط أنه يحصل على تسكيت مئة عضو من المؤتمر العام وتجري الانتخابات بشكل حر ومباشر وشفاف مبين أعضاء المؤتمر العام كلهم وده هيكون يوم 19 أكتوبر القادم بإذن الله نقشنا أيضاً آليات اختيار مرشحي مجلس الشعب بالنسبة للانتخابات القادمة بإذن الله ومعايير اختيارهم والحقيقة كان فيه كرام كتير على آليات اختيارهم من الوحدات القادية للحزب ومستواته المختلفة بحيث أنه ينتخب هؤلاء بشكل يعكس يعني نشاطهم وكانتهم في وحداتهم القادية وفي مراكزهم وفي محافظاتهم أمنات محافظاتهم إلى آخره بحيث أن يكون فيه يعني تمثيل جيد واختيار يعني بحر من قواعد الحزب ومن هضاء الحزب نفسهم مع ضمان تبثيل لبأس دي من المرأة والشباب إلى آخره وفي بعض الشروط للتراشر منها الخبرة في العمل العام ومنها حسن السمعة إلى آخره فاتكلمنا في هذا الموضوع وآليات موضوع الاختيار في حد ذاتها نقشنا برضو بعض الأمور المتعلقة بالنظام الانتخابي اللي ممكن يكون أفضل بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب ولكن يعني طبعا المناقشات ستكون مستمرة في هذا الموضوع لأنه التشاور سيتم مع القوة السياسية المختلفة وحيتم أيضا من خلال جماعية السياسية للدستور فالموضوع هذا محتاج نقاش مجتمعي واسع علشان اختيار نظام يرضى عنه كله ولكن في الاجتماع كنتم أميل إلى أي نظام دكتور عمر؟ لا احنا لم نحلم هذا الموضوع لأنه يعني احنا دايما كنا بنعلم الحقيقة أنه النظام الذي يتوافق عليه يعني غلبية القوة السياسية احنا نقبل به سواء كانت فردي أو قوائم أو اختلط من بين الاتنين فإحنا من نسبة لنا يعني ما فيش مسكلة في أي نظام فده حيتحدد بالحوار والتشارك يعني وحنا في الجماعية التعساسية حنبتدي الموضوع ده عندنا اجتماع السبت القادم إن شاء الله ودعيين كل الأحزاب السياسية وقوة سياسية الموجودة لمناقشة هذا الموضوع وإن شاء الله نصل يتوافق للنظام الأمثل في انتخابات مجلس الشعب إن شاء الله نعم دكتور عمر أذهب معك للنقطة الأولى وهي تصعيدك لهذا المنصب اليوم وعلامة استفهام كبيرة لماذا لم تجرى الانتخابات وهي الطريقة التي يبدو أكثر منطقيا على الأقل لا ما هي جرت انتخابات لكن هذه الانتخابات كانت في بداية إنشاء الحزب يعني إحنا لما تشكي للمكتب التنفيذي منذ عدة شهور كان فيه انتخابات وانتخابات جرت وفيه تسجيل واضح لعدد الأصوات اللي حصل عليها كل مرشح لكن تبقى لليحة الحزب إذا حصل في فترة متوسطة مش في نهاية المكتب التنفيذي خلى أحد المواقع سواء بقى بأنه حد أخذ منصب أو يعني قدر الله تقفاه الله أو منعه أو أي ظرف أنه يمارس عمله فبيحل مكانه الشخص اللي حصل على أعلى الأصوات فيه انتخابات فهي انتخابات الحقيقة تمت يعني إحنا بنفعل اللائحة وده موجود في لايحة الحزب واللايحة منشورة من أكثر من 15 شهر فما فيش أي علامة سفاوة لحاجة الموضوع واضح جدا يعني هل سيتم ترشحك لرئاسة الحزب؟ والله أنا لسه ما فكرش في هذا الموضوع يعني إحنا المطاولة العامة موجودة شخصيات كثيرة قادرة وجديرة على هذا الموضوع إحنا لسه الموضوع ده مقرر اليوم فالموضوع ده أحدك تفكير والواحد حينظوا بقى في الشخصيات المحيطة بحيث يشوف إذا كان يدعم حد يعني الموضوع لازال حقيقة مفتوح لأن البعض يرى أن في هذا التصعيد يعد خطوة في هذا الاتجاه أنا قلت لحضرتك أن التصعيد ده جامع يعني هو متوافق مع الأصوات اللي أنا حصلت عليها في الانتخابات السابقة لا يعني لا يوجد وبالضرورة مش بالضرورة على فكرة الواحد لازم يكون عضو في المكتب التنفيذي علشان يدخل انتخابات رئاسة الحزب هو يخفي أن يكون عضوا في المؤتمر العام يعني حتى مش بس الهيئة لأولي يعني مجرد أن عضو في المؤتمر العام أي شخص يحصل على تركية مئة عضو من أضاء المؤتمر العام يحق ليه ترشيح نفسه للرئاسة أو يجي مئة عضو بينهم ومن بعض يتفقوا أنهم يرشحوا حد فالموضوع الحقيقة جاء مصادفة والحقيقة أنا شخصيا لا أمين أن أرشح نفسي في موضوع رئاسة الحزب لكن موضوع لسه فيه وقت فلا يوجد يعني باعي لحكم هذا الموضوع مبكرا دكتور عمر دراجة أشكرك جزيل أشكركم طبعا عمر الهتف أشكرك جزيل أشكر عودي إليك أستاذ علاء ويبدو أنه لا يوجد علامة استفاهم ولا حاجة أنه يعني أتى في سياق العادي من وجهة نظر دكتور عمر في علامة استفاهم الحزب مر باختبارات سياسية كثيرة للفترة الماضية وربما قناعات الناس كانت تتغير يعني ربما الدكتور عمر حصل على أعلى الأصوات في ظروف مختلفة فربما لو جرت الانتخابات الآن لا يحصل على نفس العزل الأصوات التي أخذها وبعدين الدكتور عمر نفسه يقول كلام بيقول أنه وإلا أخذ منصب مفروض موقعه يبقى شاغل في المكتب التنفيذي وده السؤال تبما هو المنصب سعد حسيني أخذ منصب تنفيذي ودكتور ساميسين أخذ منصب تنفيذي وبعدين الدكتور مرسي لموقع الشاغل الموقع ده شاغل بقاله ومش النهار ده ولا مبارح الموقع ده بقاله شاغل من شهور ليه في هذا التوقيت بالذات تم البحث في شاغل هذا المكان الشاغل أعضاء المكتب التنفيذي دي 12 وما كانوا يشو الـ 12 مكتملين بسبب الدكتور محمد مرسي ودكتور الكتابني فكان من الممكن لو بهذا المعنى أنه في الشهور اللي فاتت المكتب يجتمع واللي هي العلية تجتمع ويشغلوا هذا الموقع إنما في هذا التوقيت بالذات يعني علامات السلسفة موضوعية ويحاقل الانتصار دعنا نتحدث عن ما خرج به الاجتماع اليوم وما سرده أيضا دكتور عمرو دراج كيف ترى ما خرج به المؤتمر اليوم أو الاجتماع؟ أنا أعتقد أن المكتب التنفيذي كان اهتمامه الأكبر بالاستعداد للانتخابات القادمة أكثر من الكلام العامل اللي بيقال والتحالفات الانتخابية والقانون الانتخابية هذا أظن أكثر من أكثر الأشياء التي استهلاكت النقاش داخل المكتب التنفيذي والاستحقاق الأهم اللي بيتم التحضير له هو المؤتمر العام الذي سينتخي برئيس الحزب لأن هذا الذي سوف يعطي مؤشر هل الجماعة في مؤشرات جنينية نحو إثبات استقلالياتها عن الحزب نحو استقلالياتها عن الجماعة ولا هيتولى الجناحة للبعض بيؤكد ودعي ما أسألك من شعور نوجات نظرك أنت الخاصة ما مدى استقلالية الجماعة عن الحزب الجماعة غير مستقلة عن الحزب هذا يعني وبعدين كل الشواهد بتؤكد هذا يعني حتى في الاستحققات الكبرى حينما أراد الدكتور مرسي أن يترشح حينما ترشح المؤنس خير التشاطر كل هذا كانت القيادات الجماعة هي التي تتبوأ المشهد السياسي هي التي تتحدث بلسان الحزب لايس هناك أي مؤشرات دالة على استقلال الحزب إلى الآن وأنا أعتقد أنه حتى أعضاء الحزب في الأطر الحزبية يؤمنون بهذا يعني ما عندهمش إشكالية أنهما مقتنعين إنما هي الإشكالية عند جماعة أنه يجب أن يكون فيه إطار من الشفافية هل هي اختارت أي نسخ في تجربة علاقة الجماعة بالحزب عند الإسلاميين وعندها هي في أكثر مختلفة تجربة الأردنية الجزائرية اليمنية تجربة المغربية اللي بعتبرها البعض تجربة الموسى ولا عندها تجربة خاصة بها إيه هي ملامحها إنما إلى الآن لا أحد يستطيع يعني من الذي يرسم سياسة الحزب من الذي يقرر التحالفات الانتخابية لا أحد يستطيع أن يقول أن الحزب مفردي هذا الكلام لا يصدقه أحد على الإطلاق الحزب حتى التعبير الشع هو زود دلالة الزراع السياسي لجماعة الأخير المسلمين ما يعني أنه ليس له أي كينونة مستقلة ولا يستطيع أن يتخذ قرارات بشكل خاصة القرارات المسلمين ولمه هذه هي وظيفته أن يكون ذراعا سياسيا للجماعة هذه هي وظيفته وهذا هو دوره ويبدو أن هذا هو التوجه الذي تريده الجماعة للحزب لا تريد للحزب أن يتمتع باستقلالية كبيرة ولذلك يحقل لأي باحث ومتابع ومضاقق أن يرى أن الجماعة مشغولة جدا بأنه الحزب يسير في الإطار المرسوم له لا يتكون هناك احتمالات لأنه يخرج على المسار لا تتكسب في المواقع القيادة الشخصيات التي ربما ينظر إليها على أنها غير منضبطة بالشكل الكافي وفق توجهات الجماعة ولذلك المؤتمر العام هي هيكون دلالة كشيفة جدا معروف أن الشخصيات التي سيرى البعض أنها تمثل إرهاصة في طريق الاستقلالية وليس كافية الدكتور العصام العيراني دكتور البلتاجي أما إذا ذهبنا للدكتور الكتاتني أو حسين إبراهيم أو الدكتور عمد الراج فهتبقى الصورة واضحة بدون راحة فيه أعود لحضرتك لاستكمال باقي التفاصيل ولكن أذهب الآن إلى زميل مجاهد شرارة حيث هو الآن في المؤتمر السنوي العام لحزب الحرية والعدالة ليطلعنا على أجواء المؤتمر إليك مجاهد بالفعل الآن انتهى المؤتمر الأول لحزب الحرية والعدالة أمانة القاهرة انتهى المؤتمر بالتوصيات التي ألقاها الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لمحافظة القاهرة والتي تحدد استراتيجية الحزب في الفترة المقبلة سواء من العمل على المشاريع التي أعلن عنها الأستاذ عادل حامد الأمين المساعد سواء الخاص بتعليم أساس النهضة وكذلك بفكرة الصوانات البتاجاز إلى جانب مشروع اعرف دستورك الذي سينزلون به إلى الشارع للتمهيد للإستفتاء على الدستور القادم والمشاركة الشعبية بهذا المؤتمر حضر المؤتمر أكثر من 6500 عضو للحزب الحرية والعدالة وتم عرض فيديو خاص بهذا الحزب وما قام به وبه الثورة وتعلت الأصوات عندما تم عرض أجزاء من حديث عمر سليمان الذي أعلن فيه تخلي الرئيس المخلوع مبارك عن رئاسة الجمهورية وكذلك إعلان فوز الدكتورة كتتني برئاسة مجلس الشعب وكذلك بفوز الدكتور محمد مرسي رئيسا للجمهورية تعددت الأحاديث بين الدكتورة منال أبو الحسن مسؤولة المرأة والدكتور البلتاجي والأستاذ عدل حمد وأخيرا الدكتور عصام العريان الذي تحدث عن الفترة المقبلة في العمل السياسي وكذلك في الاستعداد للانتخابات البرلمانية وأيضا الدكتور والتعامل مع الجمعية التأسية واستمرارها الجموع كانت كثيرة لكن كان تنظيم عالي أتى كثير من أعضاء الحزب في نواحي القاهرة لحضور هذا المؤتمر الأول في تلاقي بين القيادة وبين القواعد الجماهيرية لهذا الحزب هناك كثيرة لم نراها داخل هذا المؤتمر اقتصر الأمر على الأمين العام والأمناء المساعدين وحضور الدكتور عصام العريان أقف الآن مع الدكتور خالد محمد أمين الشباب والعضو السابق في مجلس الشعب عن الجمعية وباب الشعرية والعضو في اللجنة التشريعات واللجنة الدستورية في الحزب أهلا بك دكتور خالد أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك دكتور خالد يعني ما هي الرسالة التي أردتم أن توصلوها من خلال هذا المؤتمر وهو المؤتمر الأول لحزب حرية عدالة في القاهرة والله هذه الرسالة لأعضاء الحزب هذه الرسالة لأعضاء الحزب وأيضا لأعضاء المجتمع المصري كله نحن عايزين نبني بلدنا نحن محتاجين كل الجهود وأن نتكاتف جميعا لبناء نهضة هذه البلد دكتور خالد أستاذ عاد الحامد تحدث على أن وصول الأعضاء إلى 16 ألف عضو مقرار ربعهم فقط من جماعة الإخوان المسلمين هل يعتبر هذه خطوة الفصل بين الجماعة والحزب رغم أن أغلب الحضور حوالي 6500 عليهم الطبع الإخواني لا ما نقدرش نقول عليهم الطبع الإخواني وما نقدرش أولا أنا بس عايز أقول حاجة صغيرة جدا أننا قلنا من البداية أن هذه الجماعة هي التي أنشأت الحزب وأن الحزب منفصل عن الجماعة إداريا وفنيا وماليا لكن هذه الجماعة رافعة للعمل السياسي عموما هي الحزب يمثل الجناح السياسي لهذه الجماعة ولكن الحزب منفصل عن الجماعة أنا عايز أقول نقطة مهمة جدا أن معظم الحاضرين ليسوا أعضاء في الإخوان المسلمين ودي الخطوة الأولانية اللي إحنا بدأناها وإن إحنا عاملين المؤتمر ده لضم أعضاء جدد ولتفعيل أعضاء جدد من خارج الإخوان المسلمين الحزب الآن يتبوق مكانته الحزب يأخذ مكانه الفعال في الجانب السياسي بالفعل إحنا عندنا الأعضاء الموجودين 16 ألف الأعضاء من الإخوان المسلمين 4 ألف هل من الممكن دكتور خالد أن نجد في الانتخابات المقبلة مرشحين من حرية وإعدالة وليسوا من الإخوان المسلمين؟ ده حضرتك ده مستهدف اليوم كانت مجتمع الهيئة العليا وقررت هذا الأمر أنه لابد من أن يكون في الانتخابات القادمة أعضاء من حزب الحرية وإعدالة وليسوا منتمين للإخوان المسلمين هل الحزب يقبل أعضاء كانوا سابقين في الحزب الوطني؟ هذا الأمر حسم من البداية بأننا من تورط في أعمال من الإفساد ومن إفساد الحياة السياسية لن يكون عضوا في الحزب الوطني من لم تورط يعني كان عضوا في الحزب الوطني أحنا من البداية قلنا أن أعضاء الحزب الوطني لن ينضموا إلى الحرية والإعدالة لكن هناك تقارير تقول أن هناك بعض من كانوا في الحزب الوطني يدخلوا بالفعل وأصبحوا أعضاء الآن في الحزب حرية والإعدالة هناك إحنا عايزين نفرق بين الأعضاء اللي كانوا معروفين أنهم أعضاء من الحزب الوطني وفي أعضاء لم يكونوا معروفين من الحزب الوطني وجميل حزب الحرية والعدالة ولم يقولوا أنهم من الحزب الوطني وليس لهم بها صلة ولا 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 وقد يكون دخل العضو عن طريق الخطأ لكن هذا أمر عندنا في الحزب مرفوض وليس هناك أي نية لإدخال أي عضو من أعضاء الحزب الوطني إلى حزب الحرية والعدالة مطلوب متى سينفصل تماما الحزب عن الجماعة؟ يعني السؤال ده سؤال انفصال الحزب عن الجماعة والحزب فعليا هو منفصل عن الجماعة الحزب فعليا منفصل عن الجماعة ولكن الحزب والجماعة مشتركين في مرجعية إسلامية وحدة لكن هناك يعني أعضاء في هيئة العليا للحزب ما زالوا مسؤولين في الجماعة ومسؤولين في الحزب أيضا أعضاء الهيئة العليا سيد الفاضل الهيئة العليا إحنا عندنا الحزب له مناصب إدارية الهيئة العليا هي هيئة استشارية هيئة استشارية لأعضاء الحزب الهيئة الاستشارية دي لا تتطلب التفرغ التام من كل أعمال الشخص بعكس المكتب التنفيذي يعني المكتب التنفيذي فيه الدكتور سعد الكتاتني المهندس سعد الحسيني كان فيه الدكتور عصام العليان كانوا أعضاء في أماكن تنفيذية في جماعة الإخوان مجرد أنهم انتخبوا إلى هذه الأماكن التنفيذية استقالوا من الإخوان وتفرغوا تماما لهذا الجزء إذن هي مسألة إدارية لكن الحزب منفصل عن الجماعة زي ما قلت لحضرتك لكنهم مشتركين في هذه المرجعية في الأهداف في تحقيقها الإخوان والحزب مشتركين في هذه الأمور كلها دكتور خالد كان اليوم هناك اجتماع وتم تصعيد الدكتور عمر دراج وعضو آخر يعني ما حدث يعني توضيح ما حدث هو حضرتك الليحة الليحة بتنص على إن في حالة خلو عضو من أعضاء المكتب التنفيذي فإن العضو اللي أخد أعلى الأصوات في الانتخابات بتاعت المكتب التنفيذي يحل محل العضو ده الدكتور محمد مرسي بعد أن أصبح رئيسا للجمهورية قدم استقالته من رئاسة الحزب فأصبح في مكان في المكتب التنفيذي شاغر فالإجراء الطبيعي اللي الليحة بتقول عليه يحل محله أعلى الأصوات أعلى الأعضاء أصواتا فالدكتور عمر دراجه وأعلى الأصوات في المنتخبين كانوا للمكتب التنفيذي فحل محل الدكتور محمد مرسي فدخل عضو في المكتب التنفيذي هل تم الحديث اليوم حول الترشيح للرئاسة وهل وضعت أسماء مرشحة لرئاسة الحزب الفترة المقبلة وأنهم تستعدون للمؤتمر العام في يوم 19 أكتوبر المقبل المؤتمر العام في 19 أكتوبر إجراءات الترشح ستبدأ وسيفتح باب الترشح لمن أراد الترشح وفقا للليحة وسيتقدم المرشحين وفقا للليحة بشروط الليحة وبعد ذلك تجري الانتخابات من المؤتمر العام يوم 19 الكلام الذي قيل عن الدكتور عصام العريان والدكتور عمر دراج وآخرين كلها استنتجات إعلامية ليس هنا لم يتم أي إجراء إلى الآن بفاتح باب الترشيح ولا المرشحين ولا نعلم من سيرشح نفسه لرئاسة الحزب من غيره العدد كبير اللي هي العليا كلها من حقهم أن هم إذا استوفى الشروط بتاعت الله سيتقدم عشان يتقدم لرئاسة الحزب فالأمر مفتوح ولسه ما فيش أي حاجة حسمت من هذا الشكل لو تحدثنا عن التحالفات السياسية الحالية هل سيدخل حزب حرورة عدلة في أي تحالفات مقبلة سواء تحالف سياسي أو تحالف انتخابي؟ والله هذه الأمور كلها تحت الدراسة كل الأمور تحت الدراسة لم يؤخذ قرار حسم بأن لا تحالفات أو لا تنسيقات قد يكون في تحالفات قد يكون في تنسيقات قد لا يكون كل ذا يحتمل يدرس وتدرس كل حالة بحالتها ووقتها الحزب هيعلن عن موقف إن شاء الله دكتور عصام عيدان اليوم في كلماته قال أن الشعب اختار الحرورة العدلة في مجلس الشعب الماضي وفي الانتخابات المقبلة سيختاره بالكامل أو سيختاره بنسبة أكبر هل هذا معناه أن الحرورة عدلة سينزل منفردا وسينفس على كل المقاعد؟ لا ما أنا قلت الحرورة العدلة هو طبعا الحرورة العدلة الدكتور عصام صرحة لكده بأن إحنا هننزل على زي كل الأحزاب ما قالت إن إحنا هننزل على 100% فيإحنا هننزل على جميع المقاعد ولكن بالتنسيق يعني قد يكون الحزب ينسق مع بعض الأشخاص زاوي الكفاءة وزاوي المكانة في أماكن معينة قد ينسق مع أحزاب إذا أرادت أنها تنسق كل ده زي ما أقول الحاجة كل ده تحت الدراسة وتحت التنسيق هل وارد أن يتم تنسيق بين حزب حرورة العدلة والأحزاب المحسوبة على فلول الحزب الوطني؟ مبدئيا لا يعني لو في أحزاب تانية أو أنما أحزاب الحزب الوطني لن يتم أي تنسيق ما بينه وما بينه وماذا عن الأحزاب التي قيل عنها أنها صناعة لأمن الدولة سابقا وكانت تطرح في العمل السيح؟ حدرتك كل حالة تدرس على حالتها يدرس الحزب ويدرس هذا الحزب ده فعلا عايز يتحالف ولا مش عايز يتحالف عشان كده أنا أقول لحضرتك كلها أمور تحت الدراسة يعني ما أقدرش أقول أي حاجة فيها لأن هي أمور يعني غير محسوبة الآن وغير مدروسة الآن دكتور خالد محمد أميني شباب شكرا جزيلا عفوا شكرا جزيلا حاولنا أن ننقل لكم نبضى المؤتمر الأول لأمانة القائرة الحزب الحرية وعدالة نعود إلى استوديوهاتنا والزميلة ضوحة زهيري لاستكمال الحوار حول المؤتمر وما خرج به من توصيات أشكرك زميلة مجاهد شرارة وعود إلى ضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ علاء النادي الباحث المتخصص في شؤون الأحزاب الإسلامية أهلا بك مرة أخرى أستاذ علاء أستكمل معك الحوار وكنا توقفنا عند أنه من وجهة نظرك الجماعة غير منفصلة عن حزب الحرية والعدالة ونحن لدينا الآن في الأذهان تجربة حزب النور فدعنا نتحدث إذن عن أوجه الشبه والاختلاف بين حزب النور وحزب الحرية والعدالة هو المعضلة واحدة أنه هي الجماعة أو الجماعة دعوية تريد أن تبقي الحزب السياسي تحت السيطرة وتخشى من محاولات ظهور اتجاه يستقل بالحزب يضع له فلسفة ربما وأهداف مغيرة ولذلك تحاول أن تقطع الطريق دائما على وجود مثل هذه الاتجاهات ما حدث في حزب النور شبيه بهذا لكن الفرق أن حزب النور بدأ أن هناك اتجاه داخل الحزب قوي مؤثر بيضع له ثقل تنظيمي كبير داخل الحزب يكاد يشكل البنية الحزبية وفق قناعاته وبالتالي تمت محاولات تقليم الأظافر وجد نظر أن الفرق أن الحرية والعدالة مازال بالكامل تحت السيطرة ليس هناك ما يسمى الاتجاه التغييري أو الاتجاه الذي يدعو إلى أن يكون الحزب مستقل عن الجماعة هذا الاتجاه لم يتمكن مثل النور من أن يجد له أخدام ليس له اتجاه عريض داخل حتى البنية الحزبية البنية الحزبية كلها في الحرية والعدالة التقليدية وبالتالي ربما النور أنه الدعوة السلفية أرادت أن تقطع الطريقة على طيار بدأ أنه يكاد يكون في خطوات متسارعة نحن استقلالية الحزب الآن الجماعة الإخوان فقط تزيد من الإجارات الاحترازية لضمان إتمام السيطرة على الحزب عدا يأخذنا مرة أخرى إلى ما كنت تقوله سابقا من وجود أجنحة داخل الحزب وداخل الجماعة منها ما هو محسوب مثلا على كما يتردد في وسائل الإعلام ما هو محسوب على المهندس خيرة الشاطر هذا جناح وأجنحة أخرى هو البعض لا أدري لماذا يغضب أي تركيبة في العالم في وجهات نظر مختلفة يعني لا أحد ينكر أن جماعة الإخوان بها تركيبات مختلفة بها اتجاه بالسابق كان يرى ضرورة الانفتاح المشاركة تطوير الجماعة التغيير وكان فيه اتجاه يرى ضرورة الحفاظ على الجماعة بوضعياتها الحالية واستفادة من مكينة تنظيمية ومن أساسوا الحزب هم أعضاء في الجماعة وبالتالي انتقلت نفس الرؤى هناك حتى انتقلت وظهرت في محكاة زي اختيارات الجماعة التأساسية وفي التراشح للرئاسة وما رأينا صوت الدكتور البلتاجي والخطاب السياسي مختلف تماما عن خطاب بعض القيادين الآخرين في الحزب وبالتالي هناك بالطبع بلاش نقول جيوب وأجنح عشان كلمة بزعل نقول فيه رؤيتين في الحزب بس الرؤية المهيمنة اللي بيمسك أصحابها بمفصل القيادة في الحرية والعدالة هي ذات الرؤية الغالبة في البناء التنظيمي في الجماعة طيب وربما هناك من يسأل يعني ما المشكلة في ذلك إذا كان هذه الجماعة والحزب أو هذا الحزب وجماعاته يمشون على خطة ثابتة منذ قيام الثورة وحتى الآن وحققوا مكاسب ووصلوا إلى مناصب بسبب هذه الخطوات الاحترازية وبسبب هذا التعاون والسيطرة والتكاتف ما هي المشكلة إذن؟ هذه المشكلة ربما تخص أصحاب الرؤية داخل الحزب يعني يستطيع أصحاب الرؤية الأكثر تغييرية انفتاحية لو استطاعوا يتكيفوا يتواموا ولا يروا في ذلك ضرر هذه أمور تخص الحزب لكن المحلل عليها أن يقرأ الصورة صورة المشهد السياسي هناك رؤى وهناك اختلافات وهذا أيضا في ظل الحركة السياسية اللي بتشوفه مصر لا بيؤثر على المشهد العام في مصر أنه الآن لم تقعد الجماعة كالسبق الآن جماعة مبسخة أنا حزب سياسي ووصل من خلالها رئيس الحزب إلى أعلى موقع في جمهورية مصر العربية والتالي كل هذه الأمور بالنهاية ليست بالبساطة التي تتخيلها البعض لا تؤثر على المشهد السياسي العام في مصر إنما أنه البعض طيب وصول دكتور محمد موسي إلى رئاسة الجمهورية ألا يعد ذلك إشارة أو بالنسبة لمن هم في الحزب أن هذه الجماعة قوية إلى هذا الحد في قراءتين في هذا المشهد في قراءة بتقول أنه ليست قوية إلى هذا الحد والدليل أنه الجماعة كانت لديها سقف توقعات مختلفة لدرجة أنه في اليوم الأول في الفرز في الانتخابات الجولة الأولى ولست العادة كان هناك توقعات بأنه دكتور موسي يحسن من الجولة الأولى ثم فوجوا أنه لا النسبة 25 وأزيت قليلا ثم فوجوا أنهما الحزب دكتور موسي دخل عادة مع مرشح اللي هما كانوا بيعتبروا أن الفلول تبخروا من الساحة ثم لما جرت جولة العادة وبعد جهد جهيد وتحالفات وانضمام قوة قوة الإسلامية لم يكن الفرق بذلك الفرق شاسع وحتى البعض بيقرأ أنه ليست مهارة الجماعة والتنظيم في معدها هي التي ساهمت في كسب المعركة المجلس العسكري أخطأ أخطاء ساهمت من حيث لا يدر في زيادة حصوص الجماعة حل مجلس الشعب أصرح حفظة الرأي العام وبالتالي كتلة صوتية لا يجب أن تقرأ التجربة ثم أن البعض بيطالب التريس وأنه وصول الدكتور موسي في حديثات وليس نهاية المطاف ودل على نهاية التجربة التحدي الأصعب الذي يواجه الحزب الآن تقديم الحلول للناس تقديم الوفاء بالوعود التي قطعت يعني الآن الحزب عليه أن يعمل كحزب سياسي كحزب يدير دولة الخطاب الحزب الآن لم يصل بعض إلى أنه حزب يدير دولة وبدأ الوقوع في التناقضات يعني حضرك لما تتكلم الآن ما هي ردود الحزب على أزمة مثلا السولر والبنزين في الحلال المصري هل يعتبر هذا المؤتمر زي كشف حساب لما تم إنجازه؟ لا أنا أوجد نظر المؤتمر المؤتمر كان فيه فترة كمول للمرحلة اللي فاتت انتظار اللي عودة المجلس المنحلة مرة أخرى فلما بدأ أن عودة المجلس لم تعد ممكنة وهناك حرك سياسي وأحزاب تتشكل وتتآلف وتتحالف أصبح الحزب أراد أن يستفيق بسرعة يولملم أوراق ويستعد يزيد من فعاليات وترويج ونشاطه في الفضاء العام لأنه شعر أن الاستحقاق الانتخاب القادم خطير وخاصة أن الأزمات التي تحيق بالمجتمع المصري تطلق الحزب كثيرا لا يملك أجوبة مخنعة للرأي العام وبالتالي لا نستطيع أن نقول أن اجتماع في الصباح ومؤتمر في المساء لم يأتي عن طريق المصادفة ولكن المؤتمر جاء ربما امتداد للاجتماع وبداية لبناء جبهة ضد التحلفات التي تقام الآن صحيح وهذا يمكن يستشفافه من كلام الدكتور عام الدراج ومن كلام القيادين الآخرين أن هما بيقولوا اللقيحة بتنص على أن الواخد على الأصوات يصعد تدريجي تلقائيا في حالة طيمنه ما كانش فيه قصدي عوائق تحول دون في الفترة فات دون أنه هو تلقائيا يصعد الدكتور عام الدراج ده مش محتاجة شهور لكن كل الخطوات كلها على بعضها بتأتي في إطار مشهد سياسي يشعر من خلال الحزب أنه الأرض السياسية مش مستخرة تحت أقدامه بالقدر الكافي وأنه المشهد السياسي يحاوله معبأ بالتحديات وبتزيدها صعوبة أنه الأزمات الحادة والمواطن المصري يسائل الحزب الآن يعني ما هو بيرى أنه أنه نحن صوتنا للدكتور محمد مرسي بمعنى أنه نحن صوتنا الحرية والعدالة ونفس الأشياء الأزمات التي كنا نعاني منها نعاني منها فأين أداء الحزب وأين مردود الحزب هذه أسئلة هذه أسئلة ولكن إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على الانتخابات القادمة تعثر بشكل كبير لو أن هناك قوة سيصير أخرى استطاعت أن تنظم صفوفها واستطاعت أن تحدث نوع من النزول إلى الشارع بقدر الإمكان واستطاعت أن تصل بخطابة لرجوة الشارع العادي خاصة إذا استمرت مساسة الأزمات ستؤثر كسئل أن الناخب المصري لا يعطي ولا يصوت على أساس أيديولوجي كما يتخيل بعضه وإلا لما فاز أحمد شافيق بمثل هذا الكامل التصويت الذي فاز به لا ستؤثر وأنا ظن أنه وهذا لا يعيب أن الحزب الحرية والعدالة الآن بدأ يستشعر خوف كبير أنه الانتخابات ليست سهلة بالمرة وأنه مجمل المعطيات ربما الظرف السياسي اللي جرت في الانتخابات الماضية كانت في صالح الحرية والعدالة لأنه لم يكن الحزب قد جر ببعض في أنه يصل منه رئيس مجلس الشعب اللي فات مازالت أداء ما الذي تغير في هذه المراهل هي تحالفات القوى الأخرى؟ أكتر من شيء تغير طائر الشعبي وغير من التحالفات؟ بالطبع في طائرات وعذاب سياسية بدأت تتحالف بدأت تستفيد من أخطائها وبعدين بدأت في أزمات موضوعية وزاتية في الحرية والعدالة بدأت تجربة أداء المجلس اللي فات مش مقنعة شراح كتير في المجتمع المصري وبالتالي ممكن يبدأ يغير قناعاتها أو يعيدها للبعض ويعيد حساباته ربما الحزب يخاف من مكانه أيام الحزب الوطني التصويت العقاب لأنه أداء الحزب الآن إذا أراد الحزب أن يصارح نفسه يعني ما هوش بالأداء المقنعة صحيح التجربة مزالت مبكرة لكن إلى الآن في هذا المدى الزمني الحزب لم يعطي الأداء الذي يسق به نعم نستاذ على النادي الباحث المتخصص في شؤون الأحزاب الإسلامية أشكرا جزيلا شكرا مشاهدين أشكركم أنتم أيضا على متابعة هذه الفقرة الزميلة مونة سلمان تلقاكم على رأس الساعة بموجز لأهم وآخر الأخبار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر موسيقى